موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدنا إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين العرب اللندنية الميليشيات العراقية تواصل محاولات استدراج واشنطن للمواجهة القدس العربي تنقل عن مجلة نيوزويك الأمريكية بالنسبة لواشنطن أي شخص في العراق هو هدف محتمل للغارات الأمريكية وفي تقرير للشرق الأوسط كورونا يحاصر العالم برا وبحرا وجوا من المقالات يكتب سليمان جودا في الخليج الإماراتية فيروس العراق من نوع مختلف ويكتب سلام مكي في الصباح الجديد العراقية محنة الانتخابات المبكرة فاصل وتأتيكم التفاصيل البداية من صحيفة العرب اللندنية الميليشيات العراقية تواصل محاولات استدراج واشنطن للمواجهة وترى العرب أن الأحداث في العراق تتسارع بعد تعرض معسكرات تؤوي جنودا أجانب أمريكيين للقصف ما يؤشر على إمكانية توجيه الولايات المتحدة وحلفائها ضربات لميليشيات محسوبة على إيران على غرار الحجد الشعبي ويرى مراقبون أنه بالرغم من استفزازات الميليشيات إلا أن الولايات المتحدة لا تريد الانزلاق إلى مواجهة شاملة مع وكلاء إيران وتأتي هذه الهجمات لتعمق حالة فشل الدولة في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي توصف حكومته بأنها شرطي مرور ينظم عمليات مرور الصواريخ الإيرانية والأمريكية نحو أهدافها في العراق من دون القدرة على اعتراضها أما القبس الكويتية فتنقل عن ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله باتريوت في العراق قريبا وحاملة طائرات في المنطقة ويضيف بالقول أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها وقد تحركت دفاعا عن النفس وأن الضربات في العراق دمرت منشآت لتخزين السلاح وأهدافا أخرى تخص كتائب حزب الله ويؤكد ماكنزي أنه بعد مقتل سليماني أصبح من الصعب على إيران اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات الحرب بالوكالة بينما القدس العربي تنقل عن مجلة نيوزويك الأمريكية بالنسبة لواشنطن أي شخص في العراق هو هدف محتمل للغارات الأمريكية مسلطة الضوء على مخاوف حقيقية بشأن احتمال تعرض أي شخص في العراق لأن يكون ضحية أخرى غير معلنة في بلد دمره الصراع لفترة طويلة وتشير إلى أن الضربات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية استهدفت مواقع ميليشيات محلية تابعة لإيران ولكن التقارير أفادت أنها قتلت جنودا ورجال الشرطة إضافة إلى مدنيين وعن الحدث العالمي كورونا تعنون العربي الجديد لندنية كورونا يعزل العالم اتساع رقعة غلق الحدود وسباق محموم على تخزين السلع وترى استحيفة لندنية أن فيروس كورونا الجديد وجه مزيدا من الضربات إلى مناطق متفرقة من العالم لتتزايد حالة الهلع من تمدده ما أدى إلى إقبال المستهلكين على شراء كميات كبيرة من السلع خوفا من المجهول ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الإقبال على الشراء بكثرة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويفتح المجال أمام المضاربين وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط كورونا يحاصر العالم برا وبحرا وجوا وتؤشر الصحيفة أن فيروس كورونا يواصل محاصرته العالم برا وبحرا وجوا إذ أعلنت دول كثيرة وقف السفر منها وإليها وأغلقت جميع منافذها فيما يشهر الإيطاليون أسلحة الموسيقى وحب الحياة في مواجهة الأرقام المرعبة لإصابات ووفيات الانتشار السريع والفتاك لفيروس كورونا وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مشاهدينا إلى زاوية مقالات يكتب سليمان جودا في الخليج الإماراتية فيروس العراق من نوع مختلف يقول جودا الفيروس الأخطر على العراق من كورونا هو فيروس الطائفية الذي لا يريد أن يفارق بلاد الرافدين ولا يريد أن يمنح الأراضي العراقية الدواء الشافية منه ويتطلع المرء إلى مخاولات تشكيل الحكومة العراقية التي تفشل واحدة بعد الأخرى لا لشيء إلا لأن هذه التفاصيل الطائفية حاضرة مكان مبدأ المواطنة ويكتب سلام مكي في الصباح الجديد العراقية محنة الانتخابات المبكرة يقول مكي لا يخفى على أحد أن الانتخابات المبكرة أحد أهم طالب المتظاهرين الذين ما زالوا يرابطون في ساحات التظاهر منذ أشهر عدة وهذه الانتخابات لا يمكن إجراؤها من دون وجود مقومات قانونية ولوجستية تتمثل بعدة معطيات أولها قانون الانتخابات فالقانون الحالي لا يتوافق مع مطالب المحتجين الذين على صوتهم وارتفع مع ارتفاع صوت التظاهرات ويرى مكي أنه لا بد من تشريع وتعديل قوانين جديدة وتعليمات جديدة كي يتم الشروع فعلا بإقامة انتخابات مبكرة أخيرا يكتب فاتح عبد السلام في الزمان العراقية اللعب بين القاصف والمقصوف يقول عبد السلام الحكم في بغداد بين مطرقة وسندان ليس اليوم بسبب أزمة إقالة وتكليف وإنما منذ 17 عاما ولأسباب سياسية معروفة مرتبطة بتغليب المصالح الخاصة ومصالح دول أخرى على مصلحة العراق ويختم عبد السلام بقوله الموهمون بوجود دولة له اشتراطات ثابتة سيظلون يمارسون الدور المزدوج في إدانة القاصف والمقصوف بالتعاقب العكسي في كل مرة حتى تصل الأمور إلى درجة لا عودة في التدهور وما ذلك ببعيد مشاهدنا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة لهذا الأسبوع السيد إياد العناز الكاتب والمحلل السياسي يسرنا تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدنا إلى حوار أسبوع الصحافة ضيفي لهذه الحلقة السيد إياد العناز الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيد إياد أهلا وسهلا أهلا بك سيد إياد دعنا نبدأ من عنوان العرب اللندنية الميليشيات العراقية تواصل محاولات استدراج واشنطن للمواجهة الصحيفة ترى أن الأحداث في العراق تتسارع بعد تعرض معسكرات تؤوي جنود أجانب وأمريكيين لقصف ميليشيات موالية لإيران والرد أيضا من الجانب الأمريكي برأيك لماذا الصراع الإيراني الأمريكي دائما يكون في الأراضي العراقية بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وأقاتكم بخير أهلا بحياتي لك ولجميع مشاهدي القناة واضح أنه لدينا أنه أصبح الموضوع يعني يكون متواليا كيف يعني أنه أصبح هناك كل من واشنطن وكل من إيران لا تختلف على مدايات كيفية تواجدها بقدر المساحة النفوذة التي تسعى عليها كل من واشنطن لديها مصالحها ولديها توجهات داخل الإيران وكذلك النظام الإيراني بنفوذه وهيمنته وسيطرته على جميع الميادين مساحة النفوذة هي من تختلف عليها الطرفان وكيفية التواجد الذي يكون الذي أكثر وأهمية هنا للنظام الإيراني أدواته ووكلائه يستطيع من خلاله أن يتحرك ويحرك هذه الأدوات لكي يخدم مشروعه التوسعي لخير يخدم عملية بعض من أهداف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الأرض العراقية في ذلك هذا الموضوع أصبح لا ينطلع على أحد أصبح هناك الآفاق الرحبة في موضوع كيفية معالج هذا الأمر الذي يسعى الطرفان إلى زيادته هنا علينا أن نعلم أن المستفيد الوحيد هم كل من النظام الإيراني وأدواته والخاصر الوحيد هو الشعب العراقي الذي يدفع ثمنا غاليا من انتهاك لسيادته من انتهاء ومن خسائر مادية وبالتالي تعرض وضعه الأمني والداخلي للخطر نعم أيضا في ذات السياق سيد إياد هذه الهجمات جاءت لتعمق حالة فشل الدولة في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي توصف حكومته بأنها شرطي مرور ينظم عمليات مرور السواريخ الإيرانية والأمريكية نحو أهدافها في العراق من دون القدرة على اعتراضها إذن شرطي مرور لحكومة تعتقد أنها ذات سيادة ماذا يفهم من ذلك؟ مفهوم السيادة أولا في العراق عجبا نعلم لا وجود لسيادة العراق بعد 19 من آذار 2003 ونحن الآن في قربنا من السنة السابع عشر لعملية الاحتلال البغيض الذي حل بلدين إذن مفهوم السيادة لا وجود له لا وجود استقلال سياسي وكذلك لا وجود استقلال اقتصادي فإذن ما هو دور الحكومة الآن في حكومة برداد دورها الآن أنا أراها وسيطا وفقط تنقلة للأخبار نراها عندما يحدث أي عملية عملية ضرب إن كان لاختراق المجال الجوي العراقي من خلال طائرات التحالف الدولي وقيامها بقصف مدن ومحافظات وضرب مقرات إلى ميليشيات أو أحزاب وكتل تحاول أن تستعرض قوتها بالتعرض على مقرات التحالف الدولي ومعسكرات والقواعد العسكرية للتواجد الأجنبي نراها ماذا تفعل؟ تستنكر هنا تستنكر وهنا تستنكر ولكن هل تستطيع أن تواجه الترفعين؟ لا إذن ماذا تفعل هذه الحكومة؟ كما تفضلتم إنها فقط تنظم عملية السير وكأنها كما أطلقتم عليها قبل قليل شرطي مرور وأنا أقول أنها هي حكومة تشتغل بعملية الواسطة تنقل الخبر وتنقل التوجه وكذلك لا تستطيع أن تتحدث وتتكلم مع الميليشيات لأنه ليس له القدرة على مواجهتها لكون هذه الميليشيات لديها مرجعياتها السياسية والدينية والعسكرية البعيدة عن حكومة العراقية سيد إياد بالنسبة لتشكيل الحكومة رئيس الجمهورية برهم صالح رشح عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء والذي كان محافظ للنجف من 2009 لغاية 2012 أيضا هو أمين عام حركة الوفاء العراقية ونائف في البرلمان من 2018 لغاية الآن ماذا سيعمل الزرفي برأيك بعد فشل أكثر من حكومة أو أكثر من اسم رشحة في السابق؟ يعني هنا نرى أن عملية الترشيح جاءت بعد الفشل اللجنة السباعية في عملية اختيار إلى أحد من الشخصات السياسية العاملة أو التابع إلى الأحزاب والكتل السياسية الشيعية خاصة أن اللجنة السباعية شكلت وكانت تشكيلها يعني حقيقة لا نقول غريبا بقدر ما نقول هي اللجنة التي تشكل لأول مرة بعد الاحتلال في اختيار عملية رئيس الوزراء يعني هي غريبة على الوسط السياسي ولكنها تعمل على ماذا؟ على أن تمعين في عملية المحاصصة الطائفية لأنه الواضح أن المجتمعين هم فقط يمثلون الأحزاب والكتل السياسية الشيعية وهذه كانت أساسا ماذا؟ اللجنة السباعية كانت أساسا هي نصيحة قدمها عالي شمقاني في زيارته الأخيرة إلى بغداد في محارة منه للتوفيق وإعادة لحمة البيت السياسي الشيعي خدمة ليس للعراق وإنما خدمة لمآرب ومصالح النظام الإيراني الذي بدأ يستشعر عدم قدرتها على التعامل مع الملف العراقي خاصة بعد أحداث مقتر قاسم سليماني الموضوع هنا يتعلق بكيفية مواجهة رئيس الوزراء إن كان الزرفي أو كان غيره هل يستطيع مواجهة الأحداث الآن؟ والآن العراق يعيش أزمة واضحة سياسية في عملية عدم توافق الحزاب والكتر السياسية لا ننسى أن هناك فاعل أساسي وكمية الأوساط والأحزاب السياسية في العراق تمعن في عملية محاولة ابتعاد عنه وهو الصوت العراقي الثائر الموجود في ساحات التحرير ومحافظات الوسطى الذي يرفض ورفض الزرفي ورفض قبله محمد توفيق ويرفض جميع مرشحي السلطة لأنه سئم مرشحي أحزاب السلطة سئم الشخصيات التي تأتي من عملية السياسية لأنه يرى أن العملية السياسية ذهبت بعيدا بضيعه فرئيس الوزراء سوف لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام أزمة كما قلت سياسية وأمام أزمة اقتصادية يعيشوا البلد من خفاظ سعر النفط والأزمة الآن اليقائية والصحية التي يعيشها في موضوع مواجهة فيروس كورونا المهم في هذا الموضوع المهم القادم الآن لرئيس الوزراء كان من يكون إن كان هو أو غيره ستكون صعبة جدا وسوف لا يستطيع أن يحقق شيئا أيضا في القبس الكويتية صحيفة تنقل عن مكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله باتريوت في العراق قريبا وحاملتا طائرات في المنطقة إذن التسعيد قادم ما هي الرسالة الرسالة كما قلت قبل قليل خاصة الوحيدة والشعب العراقي سيكون هناك امتداد والتوسع في النفوذ والوجود الأمريكي سينعكس على الوضع الأمني والسياسي ستمعن الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك السيادة العراقية التي أصبحت لا وجود لها كما قلت إذنيا أن هذا التوسع سيؤدي إلى مواجهات قادمة ويؤدي إلى تعاضم قد يكون هناك قد تحصل مواجهات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن النظام الذي لا يفعل أن يكون الذي لا يسعى إلى مواجهة حتمية وإنما كما قلت مواجهة عبر أدواته عبر المواجهة تكون خارج حدوده وخارج مناطق تواجده في سياسة يسميها بسياسة الحافات يبدأ بالحافة الأولى ويبدأ بالحالة الأولى وهي العراق هذه الأجهزة باتاريوت ومبادلة للصواريخ هي تزيد ليس فقط من وجود الأمريكي ولكن هي عملية توسع في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لمواجهة احتمالات كثيرة تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على مصالحها نعم أيضا ماكنزي يضيف أنه بعد مقتل سليماني أصبح من الصعب على إيران اتخاذ قرارات وأزداد توجيهات الحرب بالوكالة لماذا برأيك؟ نعم أنا قلت أن قاسم سليماني كان هو ليس فقط مسؤول عن ملف العراقي وكيفية إدارة الوضع السياسي في العراق وكيفية تشكيل الحكومات وتدخل في اختيار رئيس الحكومة وحتى إلى الوزراء ولكن هو كان مسؤولا عن إدارة السياسة الخارجية للنظام الإيراني السياسة الخارجية التي تتمثل بالتوسع وبعملية تظهر الثورة وبعملية الوجود في أكثر من مواقع وعاصم الدول العربية نحن نعلم أنه استخدم العراق قاعدة للانطلاق وواحى لتواجده ووجود ميليشياته سعى إلى تدخل كما قلت في جميع المهدين السياسية وإقتصادية والأمنية شكل ميليشيات كثيرة وبدأ دعمها من قبل تدريبها ومن قبل حرص الثورة الإيراني شكل ما يفسم بالدولة العميقة كذلك انتقل إلى سوريا وشكل ميليشيات كبيرة وتدخل في ملف السوري وكذلك نراه في اليمن وفي اليمن نعم هذه كلها الآن أصبحت لا تدار بالقدر الذي كان يستطيع فيه قاسم سليماني قاسم سليماني نعلمه كان شخصية عسكرية وشخصية استخبارية خدمة الأهداف الشيئة والخبيثة للنظام الإيراني في تعروفه للعراق وباقي الدول العربية في منظور أمني وسياسي واشع يسعى إلى تصدير مفهوم النظام الإيراني إلى الداخل نعم القدس العربي تنقل عن مجلة نيوزويك الأمريكية بالنسبة لواشنطن أي شخص في العراق هو هدف محتمل للغارات الأمريكية أيضا تسلط المجلة الضوء على مخاوف حقيقية بشأن احتمال تعرض أي شخص في العراق لأن يكون ضحية غير معلنة في بلد دمره الصراع لفترة طويلة إذن عودا على بدء المواطنة العراقية دائما هو الضحية منذ احتلال العراق وسيبقى هكذا لماذا لأن هناك المصالح الدولي والإقليمية لا تسعي إلى كيفية الحفاظ على العراق إن كانت ولاية المتحنة الأمريكية وإن كانت نظام الإيراني وإن كانت بعض الدول التي لديها مصالحها في العراق لا تسعي إلى عودة العراق إلى عافيته تسعي إلى أبقاء العراق كما هو الآن في حالته التي نراها الآن المتردية يبقى العراق ضعيفا عدم عودة العراق إلى فاعليته الداخلية في عودة النسيج الاجتماعي المتماسك العراقي كذلك عدم العمل على عودة العراق إلى الواحى العربية وإلى الدول العربي والقومي والإسلامي والدول الذي كان يقوم به العراق إبقى العراق ضعيفا يقدم هذه المصالح وهدف هذه الدول فلذلك تسعى دائما إلى جهد المشاريع إلى توسيع نفوذها إلى توسيع إمكانياتها إلى إيجاد الكثير من المعاولات والأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العراق نرى الآن العراق مكبل كثيرا بالديون التي طالت أكثر من 135 مليار الآن العراق أصبح اقتصاده ريعي لا يعتمد على النفط الآن النفط في تدهور الآن سعر برميل النفط ب30 دولار في حين أن الخزينة العراقية والموازنة قدرته ب45 إلى 50 دولار كل هذه ستنعكس على ماذا؟ تنعكس على طبيعة المجتمع العراقي تنعكس على الشعب العراقي فيصبح كل فرد عراقي مستهدف بهذه المشاريع والأهداف الدولي والإقليمي نعم نطالع في المقالات مقال سليمان جودة في الخليج الإماراتية فيروس العراق بالنوع مختلف ويقول بأن الفيروس الأخطر على العراق من كورونا هو فيروس الطائفية الذي لا يريد أن يفارق بلاد الرافدين ولا يريد أن يمنح الأراضي العراقية الدواء الشافي منه والقصد هنا العزال نهائيا عن إيران إذن ما زال الطائفي والمحاصصة عنوان لتشكيل أي حكومة في العراق ما الأسباب رأيك؟ الأسباب كما قلت أنه مما يسعون إلى حالة معينة هناك كي اسم النسيجي لعراقي المتماسك معلوم أن الشعب العراقي لم يعلم موضوع الطائفية لم يعلم موضوع التفكك التقسيم الذي يبشن به الشعب العراق كان شعبا واحدا وسيبقى كذلك الآن كيف تستطيع أن تهدم أسس ودراكيس أي مجتمع متماسك بالنعرات الطائفية النعرات المذهبية القومية والقرقية كل هذه يسعون إليها عبر برامج سياسية وعبر أدوات خبيثة وعبر توجهات يسعى بها إلى تفكك هذا المجتمع وتحديد المجتمع العراقي للهيمنة أكثر للسيطرة أكثر وبالتالي عندما يكون هناك مجتمعا بهذه الطبيعة نرى أنه سيذهب إلى المجهول الآن جميع التوجهات السياسية ماذا تبحث؟ تبحث عن تكريس موضوع الطائفية الآن عدم اتفاق الأحزاب والكتر السياسية على مفهوم كيفية إدارة البلد لأن تفتقد القيادة الصحيحة إلى القيادة الوطنية القيادة التي تتمتع بحب الشعب القيادة التي تذهب إلى موضوعين المحصص الطائفية والتوفقات السياسية التي أمعنت في ذلك وأصبحت العملية السياسية هي عملية تثقل كهل المواطن العراقي وأصبحت تشكل خطرا عليه أيضا هذا يقودنا إلى مقال لفاتح عبد السلام في الزمان العراقية اللعب بين القاصف والمقصوف يقول الكاتب الحكم في بغداد بين مطرقة والسندان ليس اليوم بسبب أزمة إقالة وتكليف وإنما منذ 17 عاما منذ الاحتلال ولأسباب سياسية معروفة مرتبطة بتغريب المصالح الخاصة ومصالح دول أخرى على مصلحة العراق إذن أزمة الإقالة والتكليف في العراق متى تحل برأيك؟ ستبقى المشكلة القائمة لأن هذه الأحزاب والكتل السياسية لا تذهب إلا إلى مصلحتها لا تذهب إلى كيفية الاستفادة نعم تذهب إلى كيفية الاستفادة المالية وكيفية استمار الاستغلال المالي وصولا إلى تكوين موارد مالية كبيرة إنهاك العراق بكثير من الالتزامات الدولية وبالتالي لا يهمها موضوع العراق وموضوع الشعب العراق لأنها لم تخرج منها رحم الشعب العراق لم تمثل الشعب العراقي حقيقة لم تدافع عن الشعب العراقي وحوق الشعب العراقي حتى الانتخابات للدعوة بالأخير أعترف بأنه كانت مزيفة روم أنه نحن قلنا وكل الأحرار وكل المثقفين وكل المتابعين للشعب العراق قلنا أن 81% من الشعب العراقي رفض الانتخابات ومن 19% كانت هناك عملية تزوير الآن هم بدأوا يعترفون أن هذه الانتخابات الأخيرة كانت لا تمثل الشعب العراقي حقيقة دخلت فيها كثير من المعايير الموازين التي أوصلت كثير من الكتر والشخصيات السياسية الدائمة والمسايدة من قبل النظام الإيراني وكذلك استطاعت أن تمثل لا تمثل إرادة الشعب العراقي وإنما تمثل إرادتها وإرادة من كان وراءها من الدول الإقليمية والدولية نعم ننتقل الآن إلى الحدث العالمي كورونا صحيفة العربية الجديد لندنية تعنون كورونا يعزل العالم اتساع رقعات غلق الحدود سباق محموم على تخزين السلاء في كل دول العالم إذن هل كورونا له علاقة بتغيير الموازين الدولية بعد انخفاض أسعار النفط يعني واحدة من الأمور التي انعكست على مجتمع العائل الدولي أن هذا الوباء الفيروس كورونا أصبح وباء عالميا وبالتالي أصبحت الإنسانية كلها مهددة بنفس الخطر يعني نفس المعايد الاقتصادية السياسية الاجتماعية والصحية ولكن لكل بلد يختلف عن كيفية مواجهة هذه الإجراءات الوقائية العراق كما معلوم إذا كنا نتكلم عن بلدنا العراق فالعراق هو أساسا يعيش أزمات اقتصادية سياسية اجتماعية جاء هذا الفيروس أو الوباء ليزيد من محنة الشعب العراقي نحن نتكلم عن كيفية عدم وجود إدارة إلى أزمة هذه لأنه أزمة المعالجة الفيروس لأنه لم تستطع الحكومة أن تعالج أزمات أخرى كما كنا نعيش في أزمات سياسية اقتصادية اجتماعية ولم ترتقي في البلد إلى مستوى متقدم ولم تحدد مبارك لعلاج هذا الفيروس نعم عندما يتكلم وزير الصحة ويبحث عن 5 مليون دولار في بلد كالعراق يصدر ثاني بلد في تصدير النفط في بلد يصدر ما قيمته 3.5 إلى 300 ألف برميل يوميا ووارده الشهري حسب إرادات وزارة النفط أنه 6 إلى 7 مليار دولار أين تذهب هذه الأموال؟ هل يبقى الاقتصاد رعيا؟ هل يبقى عملية هدر الأموال العامة وتصديف أم يبقى الفساد السياسي والاقتصادي والعنوان الفساد الاقتصادي والعنوان الرئيسي في مواجهة هذا الفيروس وبالتالي عملية انخفاض أسعار النفط هي أحد النتائج التي حلت بسبب هذا الداء وانعكس السلبيا على الاقتصاد العراكي أولا نحن في شهر الثالث ونتوجه إلى نهاية الربع الأول من السنة ولحدا لم تقر الميزانية لعام 2020 بسبب عدم اتفاق على الرئيس وزراء الجديد بعدم انصياع إلى أبناء الشعب العراقي وإلى الصوت الثائر في ساحة التحرير وإلى الثوار واختياراتهم وعدم انتباه إلى الاحتجاجات الشعبية الحقيقية التي طالت ستة أشهر ويددخل السنة والسابع كل هذه أدت إلى أن تزيد من مشاكل الحكومة وبالتالي عدم مواجهة إلى الحقيقة التي تعينها الشعب العراقي نعم إذن بهذا نختم سيد إياد أشكرك شكرا جزيلا نهلا وسهلا بك مشاهدين كان معنا سيد إياد العنازة الكاتب والمحلل السياسي حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة تقبلوا أحلى الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة